البروجيكت لايف سايكل دورة حياة المشروع هنا البينبوك اتكلم على موضوع دورة حياة المشروع كان الهدف منها بس ان هو يتكلم على بعض الخصائص زي ما احنا شايفين على الكيرف ده فذكر الاربع مراحل في البروجيكت لايف سايكل واكد على ان هم مختلفين على البروسيس جروبس اللي هما الانشيشن والبلاننج وهكذا اللي هناخدهم بعد شوية اه وقال ان المراحل ديت يعني عايز بس ان هو يركز على بعض الخصائص زي التكاليف مثلا وفريق العمل عايز يقول ان في بداية المشروع الفريق العمل بيبقى لسه قليل لسه المشروع بيتكون وبعد كده بيبدأ يسيد فريق العمل معايا ولغاية مثلا المراحل معينة قبل نهاية المشروع بشوية بابدأ ان انا اعمل ريليز للناس واقل المشروع لغاية في نهاية المشروع بيبقى الريسورس اقل ما يمكن ونفس الحكاية موضوع التكاليف معدل الصرف بتاعي وانا في بداية المشروع ببقى بصرف بقليل وبعد كده في نص المشروع بتبدأ مثلا المصاريف تزيد وفي النهاية وانا بعمل فينش للمشروع ببقى خلاص الموضوع مجرد شوية اختبارات وتقفلات وتوتش اب وكده فبيبقى التكاليف اللي انا بصرفها قليلة اللي هي نفس فكرة الاسكيرف اللي هنتعرف عليه في شابتر لاحق ان شاء الله طيب المخاطر والغموض عايز يقول ان في بداية المشروع بيبقى الاسكوب مش واضح طبعا بداية المشروع مش ان انا عندي دروينج وبنفزها لا احنا اتفقنا ان انا ببص من وجهة نظر المالك فبداية المشروع قبل كده لسه انا عندي بس شوية ان احنا عايزين يبقى عندنا جامعة ان احنا عايزين يبقى عندنا مستشفى عايزين مدرسة لسه ما مش عارفين شكلها عامل ازاي بالزبط هتطلع كم دور ولا هتطلع مساحتها قد ايه الكلام ده لسه مش واضح فبالتالي الغموض عالي طالما الغموض عالي المخاطر تبقى عالية يبدأ يتعرف كل حاجة بعد شوية عملنا مثلا ديتيلينج عملنا كونسبت وسكماتيك دروينج وبدأ ان الموضوع يبقى واضح اكتر وبقى فيه دزاين دروينج وبقى فيه بعد كده شوب دروينج وبدأنا ننفذ خلاص يبقى الغموض بيبدأ انه يختفي خلاص اللي سكوب بقى في ايدينا وبالتالي المخاطر بتقل تأثير اصحاب المصلحة اصحاب المصلحة مثلا على سبيل المسال الجهة المستفيدة او المستخدم اللي المشروع الجهة المستفيدة دي في البداية المشروع المشروع ما تعملش فكلامها بيبقى مسموع له بشكل كبير قراراتها بيبقى مسموع لها او بيبقى تأثيرهم عالي لكن في نهاية المشروع يجي يقول لي معلش انا عايز اعمل تغيير هقول له لا كنت جيت من البداية فبالتالي تأثير اصحاب المصلحة في الاول بيبقى عالي وبعد كده بيقل تكاليف التغيير لو انا المشروع لسه ما تبناش اقدر ان انا غير من غير مدفع حاجة ده مجرد بس اعدل لكن لو المشروع تم بدأ الانشاء فيه وحبيت ان انا غير على حسب وصلت الفين في الانشاء لو في بداية الانشاء ممكن التغييرات تبقى تكاليفة قليلة لو عملت شغل كبير في الانشاء فبالتالي ساعتها ابقى في مراحل متقدمة عشان اقدر اعمل التغيير ده هدفع فلوس اكتر فتكاليف التغيير بتكون قليلة في البداية وبتزيد مع تقدم العمل في المشروع بعد كده عايزين نتكلم على الانتربرايز انفيرومنتل فاكتورز وارجنزيشنال بروسيس اسيتس الاتنين دول الترمينولوجي ده هيتكرر معانا بشكل كبير قوي خلال المنهج بالكامل مع كل بروسيس واحنا بندرس هنلاقي الترمينولوجي ده بيتكرر معانا وهتبقى من ضمن الامبوتس بتاعة معظم العمليات او الابديت عليها اللي يحصل عليها ممكن يبقى او تبوت لبعض العمليات فبالتالي الانتربرايز انفيرومنتل فاكتورز هي عوامل مؤسرة على المشروع بس من برة خارج سيطرة فريق المشروع بتأثر على المشروع او بتقيده او بتوجهه بشكل معين لكن نفتكر انه هي مش تحت سيطرة فريق المشروع ده هي عوامل خارجية من البيئة من الانفيرومنت المحيطة بي زي ايه ايه ارجانيزيشنال كالشر استراكشور ان جابرننس الثقافة المؤسسية او ثقافة الاعتياد انه يبقى فيه نظم وسيستيمز واتباع للنظم دي وتقيد بيها الارجانيزيشنال استراكشور ايه الجابرننس معايير الحوكمة الجيوغرافيك ديستريبيوشن او فاسيليتز اند ريسورسز التوزيع الجغرافي للموارد وللمرافق يعني على سبيل المسال مثلا لو انا رايح انشئ مشروع المشروع ده في الصحراء مفيش مرافق حطر ان انا لازم اخد المرافق بتاعتي معايا فكلفني زيادة التكلفة دي تأثيرات على المشروع جياله من برا من الانفيرومنت نفسها نفس الشيء في الريسورسز جابرمنت اور اندستري ستاندرد لو انا مفروض علي ستاندرد معين زي كود مثلا للتصميم خاص بالدولة الدولة هي اللي عاملها الجابرن الجابرمنت نفسها هي اللي عاملها او خاص بالاندستري ده الاندستري بتاع الميكانيكال بتاع التكييف او كده زي والكابيتل هل في الشركة مسلا او في المكان اللي انا بنفس فيه في اقدر ان انا استخدمها ولا لا الهيومن ريسورس الموجود المتاح عندي اللي انا اقدر استخدمه في المشروع ايه اخبار بتاعتهم هل الموهلين ولا انا في منطقة معظم الناس اللي فيها مش موهلين يعني رايح انفز مسلا في دولة افريقية ولو ان افريقية بقت متقدمة يعني ما شاء الله لكن مسلا ايه بنفس في دولة بعيدة والدولة دي معظم الناس اللي فيها ما عندهمش سكيلز وباضطر ان انا اعمل لناس انترناشنال بجيب ناس من برا الدولة نفسها عشان يبقى عندهم سكيلز معينة الديسابلينز كلها اللي انا بنفس فيها فيها حاجات نادرة او الناس مش 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 موجود التكنيكس بتاعتها ديت مش موجود التخصصات الفنية للناس نفس الحكاية المعرفة النظم الخاصة بالاعتماد جوه الشركة دي هتأثر على المشروع ما قد تعمل مسلا عملية بيروقراطية وتوقع المشروع وقد تنجح المشروع على حسب او تؤدي لنجاح المشروع على حسب هل هي فعلا بناءة ولا هدامة لشك ان احوال السوق نفسه والمناخل السياسي وشوفنا الكلام ده على موضوع الثورات مثلا او التقلبات المالية اللي بتؤدي مسلا لاضرابات او كده دي كل دي مسلا ممكن تبقى political climate مناخ سياسي commercial databases زي cost estimating data احيانا بتبقى فيه commercial database موجودة خاصة فيها معدلات التسعير مثلا او الاسعار الrates اللي انا ممكن اصعر بها البنود فلاقي ان مثلا فيه كتاب منتشر مثلا في الشامبر اوف كوميرس او الغرفة التجارية عاملية خاص بالrates دي الاقي كل الناس مسعارة بيه فده بيبقى سعر يعني ايه اه خارجي جاي من برة مؤسر جاي مؤسر على المشروع من برة النقطة اللي بعد كده اللي هي organizational process assets اصول العملية التنظيمية بيين من اسمها ان هي assets assets اللي هي الاصول زي مسلا اللي بيبقى فيه معدة في الشركة قطعة ارض مبنى الحاجات دي كلها تعتبر اصول طب هل دي اصول برضو زيها لا دي الفرق ان هي اصول تنظيمية يعني ايه يعني الشركة زي ما بتشتري مسلا قطعة ارض عشان يبقى اصلة عندها برضو بتعمل process او بتعمل templates و forms وبتعمل نمازج يعني و templates وبتعمل procedures اجراءات لتنفيذ العمليات المختلفة في الادارة او في الاكسيكيوشن بتاع المشروع كل دي تعتبر اصول من اصول الشركة اللي دفعت فيها عشان يبقى عندها النظام ده او السيستم ده وامتلكتها وبعد امتلكتها بتحافظ على ان هي اه تبقى بتنفذها باستمرار فدي تعتبر احد اصول العملية التنظيمية هو هنا قسم الاصول دي لنوعين النوع الاول procedures والprocesses الاجراءات والعمليات اه اه organizational standard ناخد بالنا هنا بيتكلم على الstandard بتاع الorganization في الانتربرايز environmental factors اللي فاتت لما اتكلم على الstandards قال الgovernment standard او الindustry standard لان ده خارجي لكن هنا اتكلم على الorganizational standard المعايير او المقاييس الخاصة بالمنظمة لان دي المنظمة هي اللي عملتها عملتها بحيث ان هي تكون مناسبة للمؤسسة او المنظمة نفسها فبالتالي اصبحت اصل من اصول المنظمة وزيها ال policies وال templates change management procedures و defect management procedures يعني نقدر نقول جميع انواع الاجراءات بقى سواء لادارة التغيير او ادارة العيوب اللي بتحصل جميع ال procedures الخاصة بالشركة تعتبر من اصول العملية التنظيمية guideline for tailoring processes and procedures احيانا بعض الشركات من تفوقها مش بس بتبقى عاملة procedure لا دي بتبقى كمان عاملة خطوات ازاي تعمل procedure خطوات ازاي تعمل tailoring تفصيل لل process وال procedure عشان تعمل procedure لازم تتبع الخطوات الفلانية مكونات procedure ايه لازم تحط ال purpose الغرض من procedure لازم تحط الخطوات لازم تحط references وهكذا العنصر التاني في organizational process assets هو knowledge base قواعد المعرفة او البيانات بس نقدر نقول المعرفة زي project files and database ال database اللي هي قواعد البيانات جزء من knowledge base project files ملفات المشاريع القديمة اللي انا ممكن هستفيد منها lessons learned and historical information الدروس المستفادة والمعلومات التاريخية طب هل الدروس المستفادة هي نفسها المشاريع او الملفات المشاريع ال project files لا المعتاد ان lessons learned بيبقى ليها طريقة معينة للفايلينج بيبقى لها طريقة معينة بتبقى عبارة عن معين او نموذج معين او معينة ببدأ ان انا ادخل عليها عشان لما اجي اعمل او استعلام على اي من دي اعرف اوصله بسهولة اعمل على المشاريع اللي بالنوعية الفلانية مشاريع صناعية مشاريع انشائية مشاريع كزا اعمل بكلمة مسلا معينة الليسونز ليرن بتبقى الدروس المستفادة بتبقى متخزينة على database بشكل جدول معين او شكل فورم معين financial database and configuration management database اللي قواعد البيانات الخاصة بالشركة الفاينانشل مالية اللي هي من خلالها بقدر اقول اصعر البنود ازاي انا قد ممكن اكون مسعر احد البنود بطريقة واكتشف ان انا بخسر فابدأ اراجع الناس بتوعى الفاينانس بتوعى الاكاونتنج لما راجع الناس بتوعى الاكاونتنج هيقولولي انت صرفت واحد اين تلاتة صرفت الامور دي اخدها وابدأ اراجع بقى نفسي هل انا كنت عامل price analysis او تحليل سعر بشكل كويس ولا محتاج ان انا اضيف مارجن معين اه في عنصر انا كنت نسيه في التحليل ده فلا شكل الفاينانشيال داتا بيز شيء مهم جدا مش مجرد بس ان هي تبقى عند الاكاونتنج لا كمان اخدها وحللها وطلع العناصر بتاعتي ان configuration management database اللي هي configuration management ادارة الاصدارات المختلفة سواء اصدارات على البروسيدجر البروسيدجر ده كان الفيرجن بتاعه 00102 على الدروينجز على اي دوكمينز الاشيو management database قواعد البيانات خاصة بالمشاكل دي من ضمن الاصول القوية جدا في اصول العملية التنظيمية اللي هي قواعد بيانات المشاكل او الاشيوز بتبقى عبارة عن form كل ما بيقابلني مشكلة بسجل المشكلة دي او الاشيو دي حصلت امتى وصفها ايه ومين اللي اكتشفها واكتشفت في تاريخ كام وبعد كده مين اللي حلها وتحلت ازاي كان ايه السوليوشن ولو فيه نوتس مسلا بسجلها بيبقى فورم معين او اه تابل معين بسجل فيه الاشيوز ديت اللي عندي طيب ندخل على النقطة اللي بعد كده الاستراكشور بتاع الكتاب استراكشور لزيز متكون بطريقة طولية وعرضية الطريقة دي بتاعت التكوين هتنفعنا في عملية المذاكرة وفي عمليات المراجعة كمان عندنا حاجة اسمها البروسيس جروبس او مجموعات العمليات هي عبارة عن التسلسل الزمني لشكل المشروع المرحلة الاولى الانيشيشن اللي بعدها البلانينج انيشيشن البدء اللي هو بداية المشروع خالص تخطيط اكسيكيوشن تنفيذ مونتر وكنترول مرقبة وتحكم كلوزنج انهاء احيانا بيكون فيه طبعا تداخل ما بينهم زي ما كنا تكلمنا قبل كده دي كده لتقسيم الزمني الشابترز بتاعت الكتاب ما بتمشيش بالتقسيم الزمني لكن بتراعيه ازاي الجزء اللي بين على الشمال ده من 4 ل 13 هم دول شابترز بتوع الكتاب هم دول المنهج كل واحد من دول بيتسمى فرع من فروع العلم وفي كل فرع من فروع العلم لما هنيجي ندرسه عبارة عن شابتر منفصل زي مثلا هنلاقي جوها مجموعة من الجزء منها هيقع في جزء يقع في جزء يقع في الجزء يقع في جزء يقع في جزء يقع في جزء يقع في المونتر وکنترول جزء يقع في وأحيانا ممكن نلاقي واحد من زي مفوش في ما فوش في في اكسيكيوشن في 500 مونتر وكنترول وما فيهوش في الكلوزي فهكذا فهلاقي بقى تقاطع الجزء الافقي ده مع الجزء الرأسي عبارة عن زي جدول ومربعات والمربعات او الخلايا دي جواها مثلا بروسس او اتنين او تلاتة او مفيش وهكذا يعني ده كده يعتبر ايه الشكل بتاع تقسيمة الكتاب هيفدنا في المذاكرة ان احنا بنذاكر شابتر بشابتر وهيفدنا بعد كده في المراجعة ان احنا بدل مناخد موضوع الشابترز ده ناخد بالبروسس نذاكر كل او نراجع كل الحاجات الخاصة بالإنشيشن ونحل عليها نراجع البلانيج ونحل عليه زي ما هنشوف يعني بعد كده فده يعتبر ايه شكل التقسيم العام طيب عايزين بعد كده ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم في موضوع الاسئلة هندخل على الاسئلة وهنبدأ نحل قبل ما ندخل على الاسئلة محتاجين ان احنا ناخد مراجعة سريعة كده على بتاعة الفريمورك الشابتر اللي كنا نتكلم فيه المرة دي او الدرس الثالث وبعد ما ناخد المراجعة على السلايدز نبص في كتاب البينبوك ونراجع ونبص عليه ونشوف كده ايه اللي مثلا ما كانش ذكر في السلايدز ونحاول نحن نعدي عليه لو في حاجة مش مفهومة ممكن نحن نبص على كتاب ريتا برضو بالمرة وناخد نوتس لنفسنا ونبقى مستعدين للأسئلة الدرس الجاي بتاعنا هيبقى عبارة عن أسئلة وأجوبة الأسئلة هنعدي عليها على السؤال ونحاول طبعا نحن نحل السؤال قبل ما تتعرض الإجابة بتاعته على الشاشة وقبل ما نقول الإجابة بتاعته ولما نسمع الإجابة ونحس انها احنا جاوبنا غلط نشوف كتاب جاوبنا غلط ليه ولو في حاجة استفدناها ناخد نوت كده للحاجة اللي استفدناها في سطر واحد بس مثلا في الكراسة بتاعتنا ونبقى عاملين مكان مثلا في الكراسة خاص بالنوتس دي بحس ان احنا مثلا نكمل 20-30 نوت أو 40 نوت مثلا صفحة 2-3 كده يفرقوا معايا جدا ساعة الامتحان ليلة الامتحان ممكن ان انا ابص فيهم عشان ابقى بسترجع أخطائي كانت فيه نستعد كده بإذن الله ونتبكر على الله وان شاء الله يوم الجمعة هيكون الشابتر بتاع الأسئلة وبالتوفيق ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر